السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيات تبطل السحر بداية كما نعلم لأن القرآن الكريم بأكمله هو علاج لجميع كل شيء في هذه الدنيا فبداية هناك بعض الآيات التي تعتبر من أهم الآيات التي تبطل السحر بداية ركزوا معي وقوموا بجلب ورقة وقلم وأسجل أسماء الآيات أو أسماء الصور بشكل عام بداية نبدأ بصورة الفاتحة التي تعتبر بأن لها قيمة كبيرة جدا 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 في هذا الأمر ولأن ننتقل إلى سورة أو آية الكرسي المعروفة لدينا كما نعلم بأن لها فضل كبير جدا وهناك العديد من الأحاديث التي ذكرت وأكدت على أهمية هذا الأمر بشكل كبير جدا وأيضا سورة الإخلاص والمعوذتين كما نعلم بأن لهم قيمة فائدة من جميع الأمور المختلفة سواء من الحسد أو العين أو السحري وأيضا هناك العديد من الآيات التي تبطل أيضا السحر بجميع أنواعه واختلاف أنواعه فأيضا من الممكن أن نلجأ إلى بعض الدعاء أو بعض الأحاديث المختلفة التي قد تساعدنا على هذا الأمر وأيضا هناك العديد من الآيات التي تساعد على إبطال سحر الزواج أو أديد من الأسعر لا هناك يوجد شيء محدد في القرآن الكريم هو يشمل وشمولي لكل شيء فمثلا كما نعلم نستطيع أيضا اللجوء كما ذكرنا المعوذات أو اللجوء إلى بعض الأحاديث وبعض الأدعية فبالتالي ذلك قد يساعدكم بشكل كبير وكما نعلم بأن التوكل على الله بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يساعدكم وتسهيل كل مناحي حياتكم ورغبتكم بإذن الله اشتركوا في القناة